نقولنا أن مرض أنيميا البحر المتوسط يعني منتشر شوية في مصر هل له أسباب معينة؟ هل هو لمجرد التماثل الجنسي البشري والوراثة يعني ما بين الأجيال المختلفة؟ أولا في أسباب أخرى بتؤدي إلى انتشاره وخاصة في مصر؟ فمصر بالذات في حاجة يعني بالذات لأننا نحن يعني 80% تقريبا من مجتمع المصري مجتمع أرياف سواء كان بقى فلاحين أو صعيدة أو كده ففي حاجة فكرة منتشرة من أيام الأزل هي فكرة زواج الأقارب زواج الأقارب بتخلي المحتوى الجيني موجود في نفس العيلة ما بيبقاش بيطلع برة كتير يعني وبالتالي بتبقى فيه فرصة لأنه أي طفرة جينية تبتدي تظهر حتى لو هي مش ظهرة تبتدي تظهر حتى لو ضعيفة فبتبقى جين متنحي جين متنحي بيبقى سائق بالضبط يعني لما يبقى الوالد حامل للمرض ويتجوز بنت عمه اللي هي من نفس العيلة مثلا وتكون حامل للمرض لا ده يظهر عليه أعراض ولا هي ظهر عليه أعراض بس لما يلتقوا الاتنين مع بعض يحصل أنه أحيانا طبعا بنسبة مش كل الأولاد يطلعوا كده ولكن بالنسبة كبيرة أنه يلتقي جين المريض من هنا مع الجين المريض من هنا وهيبقى الطفل مصاب تماما بالمرض يبتدي بقى يبقى مريض ظهر عليه يبقى أزواج الأقارب من أحد أهم الأشباب اللي تؤدي إلى انتشار الأمراض الوراثية ومنها أنيميا البحر المتوسط بالزبط وحتى أحيانا مش أقارب لأنه المرض لأنه ابتدى بقى منتشر في مصر على مدار سنوات كتيرة فبالتالي أحيانا حتى مش أقارب ويحصل بردو كده يكون بردو نفس القصة الأب حامل للمرض والأم حاملة للمرض وهما ممكن ما بيشتكوش قامل هل هو درجات معينة؟ آه طبعا يعني هما الاتنين حاملين للمرض فده عنده لو قلنا كل صفة جينية بتتحمل على اتنين جين أي صفة ورصية بتحمل على اتنين جين في الوالد واتنين جين في الوالدة أو الام آه الدرجة بتختلف على حسب الطفل ده أخد الاتنين جين المرضى ولا جين مريض وجين سليم ولا أخد اتنين جين سليم هيبه خلص سليم تمام